تشهد العلاقات المصرية الأردنية تطوراً ملحوظاً في كافة القطاعات خاصة في ظل الدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة هذا وساهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين في تعزيز العلاقات بين مصر والأردن جهود متضافرة وروابط تاريخية مميزة تبرزها العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية الأردنية نظراً للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة هذه العلاقات المتميزة بل وردها الزيارات المتبادلة بين القيادة السياسية في البلدين حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي الأردن عدة مرات التقى خلالها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك الأردن شهدت التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن ووسط توافق سياسي في الرؤى والأهداف بين الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني تكتسب تلك العلاقات أهمية كبرى خاصة توافر عدة ملفات أساسية يتعاون فيها الجانبان بشكل كبير على رأسها القادية الفلسطينية التي تعد القاهرة وعمان طرفين أساسيين فيها ولا تزال الدولتان تسعيان من أجل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفقا للمرجعيات الدولية وفي ملف الإرهاب تتفق رؤى الدولتين حول ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب وثطرف والتنظيمات الإرهابية هذا بالإضافة إلى الرؤى المشتركة للوضع في سوريا وتأكيد البلدين على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي المعاناة الإنسانية للشعب السورية ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية وفي المجال الاقتصادي شهدت حركة التبادل التجاري بين مصر والأردن ارتفاعا كبيرا بتزامن مع التطور الذي تشهد العلاقات على المستوى السياسي في السنوات الأخيرة وطبقا للإحصاءات فقد سجلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 430.8 مليون دولار بالنصف الأول من عام 2021 مقابل 341.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرة بـ 26.2% كما بلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 348 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 274.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرة بـ 26.9% إذن هي علاقات وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والإقليمي تضرب بجذورها في التاريخ وتتطلع لمستقبل واعد يسوده الأمن ورخاء للشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر